اهلا بكم من جديد مشاهدين ومشاهدين قناة اهلي في كل مكان الحكم وسوق التوفيق يهديان الوداد المغربي تعادل ايجابي واحد واحد على ملعب برج العرب امام النادي الاهلي لماذا بامالاك تسيمبا حكم الاثيوبي لماذا هو حكم لنهائي دوري ابطال افريقيا ما هي الامكانيات الفدة لهذا الحكم حتى يسند له هذه المباراة لماذا حكم من اثيوبيا والكل يعلم ان العلاقات ما بين مصر واثيوبيا غير جيدة في الفترة اللي فاتت خاصة كل يعلم ما هي تدعيات سد النهضة والخلاف ليه اتحاد الافريقي يذهب الى الشكوك لماذا يذهب الى حكام عليهم علامات استفهام كبيرة خاصة ان انت بتحكم فاينل اكبر بطولة داخل القارة بعد كاس الامم الافريقية لو حدا كنت تتذكروا بداية استاد الاهلي تحدثت عن التحكيم تحدثت عن الحكم وتحدثت عن ان النادي الاهلي مش عايز حكم يكون متحيز ولكن عايز حكم فير دربة جزاء واضحة لكل من لا يرى ليه وليد ازارو يتم التغادي عنها ويتم التغادي تماما تماما وتتحكم في مسيرة اللقاء كل الحكام كابتن جمال غندور واحد من افضل من انجبت في التحكيم ظاهرة تحكيمية ذهبت الى المونديال الحكم الوحيد اللي حكم في دورة كاس الامم الاوروبية اليورو الحكم الوحيد اللي بر اوروبا حكم في اوروبا قالك دربة جزاء صحيحة مية بالمية واضحة زي الشمس ولكن يبدو ان الشمس لم تكن في انظار الحكم ابا ملاك سيمبا وتغادى على الرغم من وجوده قريب جدا بين الواقع ولكن ولا هو ولا المساعد شافوه على الرغم من الملايين عبر الاثير الكل كان يشاهد دربة الجزاء الواضحة نتحدث عن التحكيم لان التحكيم اثر في نتيجة المباراة انت بتلعب فينال الفينال دائما ما بيكونش فيه هيفي سكور ما بيكونش فيه الكورة مفتوحة تحدثنا عن تحدثت بصفة شخصية عن حسين عموطة المدير الفني اللي الوداد المغربي والطريقة الايطالية والكتناتشو كما تحدث كابتن احمد الطيب عن هذه الطريقة والطريقة الدفاعية للوداد مش هيدي للنادي الاهلي المساعدة على رغم من ذلك النادي الاهلي كان الافضل النادي الاهلي دهب الى المرمى كثيرا هدف ولا اجمل من اجمل اهداف اللي شاهدناها في تاريخ دوري ابطال افريقيا لمؤمن زكريا في بداية المباراة نادي الاهلي سيطر واستحوذ ولكن يبدو ان مش بس اداء النادي الاهلي اللي هيوصله الى المرمى ولكن حتى ضربات الجزاء اللي موجودة لنادي الاهلي كانت الحسان البدري في تحدثت مع حضراتكم في بداية فترة استاد الاهلي كان في تحديد لمين اللي هيوصله طربات الجزاء لانه كان حاسس ان من الطريقة الدفاعية البحثة لفريق الوداد مهاجمي وخاصة ازاره قادر على الحصول على ضربة جزاء لانه بيعافر في كل كرة لانه خفيف الحركة لانه بيتحرك وبيخش في كل كرة فكرة بسيطة جدا بين زي الشمس بين زي الشمس اي حكم مبتدئ اي حكم في دور مدارس هيحسبها ضربة جزاء ولكن فملكة سنبا قالك لا دي مش ضربة جزاء ويبدو ان سيناريو العرجون في 2007 سيتكرر مرة اخرى ولكن هذه المرة مش في استاد القهرة ولكن في ملعب برج العرب في شائعات كتير اوي صراحة كانت تحيط بهذا اللقاء والصراحة الواحد مش عارف ليه في هذا